كان يقول الشي الوحيد اللي كنت أتمنى أني أسويه هي مصارعة الأسد أو جر طائرة الرجل اللي تشوفونه أمامكم هو الإماراتي علي حسن الملقب بشمشون العرب موليد دبي عام 1938 علي حسن كان يتمتع بقوة بدنية خارقة يا أخوان كان يجر سيارات وشاحنات بجسده وشعر رأسه وأسنانه كان يقوم بألعاب يعجز عنها الإنسان العادي الإماراتي علي حسن صال وجال في أرجاء الوطن العربي أجر الكثير من العروض أمام زعماء العرب كان يقول قوتي البدنية عبارة عن جينات متوارثة عن أباي وأجدادي وكذلك نقالها إلى أبناء الستة وأحفاده علي حسن قدم عروض في الولايات المتحدة الأمريكية أمام الرئيس الأمريكي كيندي كان يقوم بتحطيم صخرة كبيرة على صدره الأمريكان عرضوا عليها الجنسية الأمريكية مع مكافأة مالية قدرها مليون دولار أخونا علي رفض الجنسية الأمريكية وقال أنا أعتز بجنسية الإماراتية وأعتز بعروبتي نال على الكثير من الجوائز من قبل رؤساء الدول طبعا أخونا علي حسن الآن مقعد وعمره فوق ثمانين سنة الله يعطيه طولة العمر يعطيه الصحة والعافية فمال الله